ينضم إلينا بلال أبو صلاح مراسل دار الإيمان في ريف دمشق بلال ما هي أخبار المعارك بين الثوار وقوات النظام في حي جوبر؟ نعم مساء الخير لك أبو لجميع المشاهدين منذ أشهر جبهة حي جوبر الدمشقي وعربين وعين ترمى شهدت هدوء تام بالنسبة للمعارك دارت خلال هذه الشهور اشتباكات قليلة ومتقطعة لكن اليوم صباحة فجر اليوم قام النظام بمحاولة اقتحام جبهة حي جوبر الدمشقي من ثلاث محاور جبهة طيبة والمناشر ومحور آخر في حي جوبر الدمشقي بالإضافة إلى إشعال جبهة مدينة عربين وجبهة بلدة عين ترمى لإشغال المقاتلين ومحاولة إحراس تقدم على جبهة حي جوبر الدمشقي فيلق الرحمن أعلن عن تصديه لهذه المحاولة وتدمير دبابة وعطب أخرى بالإضافة إلى تدمير التركس وقتل العديد من عناصر قوات النظام في هذه الجبهة كان رد النظام وكالعادة بالقصف بالطيران الحربي بأكثر من عشرة غارات على حي جوبر الدمشقي إلى جبهة أيضا بلدة عين ترمى ومدينة عربين في الغوطة الشرقية بالإضافة إلى قصف بلدة عين ترمى بأكثر من عشرة صواريخ أرض أرض مستهدفا لنقاط المقاتلين في الجبهة أيضا أشعل النظام الجبهة جبهة حوش الظواهرة في الغوطة الشرقية وقام هذه المرة باستحاب ولأول مرة في الثورة السورية استحاب جسر متحرك على هذه الجبهة واستطاع جيش الإسلام تدميره قتل العديد من عناصر قوات النظام في هذه الجبهة كما أعلنوا عن صد محاولة النظام للتقدم على هذه الجبهة طبعا يأتي الرد بالقذعف المدفعية وصواريخ الأرض التي استهدفت نقاط المقاتلين في جبهة حوش الظواهرة في الغوطة الشرقية نعم كيف هي الأوضاع الإنسانية بلال؟ نعم الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا يوما بعد يوم طبعا الأوضاع الإنسانية اليوم تزداد سوءا بعد قصف قوات النظام لبلدة حينترما وعربين أيضا قامت المدفعية بقصف أطراف مدينة حرستة هذا القصف أدى إلى انقطاع تقريبا بشكل نسبي في الحياة في كلها المدن طبعا القصف أدى إلى الرعب بين قلوب المدنيين ما أدى إلى شل حركة الأسواق بشكل كامل رقود المدنيين داخل منازلهم خوفا من وقوع ضحايا جراء قصف قوات النظام على هذه المدن طبعا يتزامن هذا مع ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية طبعا بعد أن قام النظام برفع الأتاوى على دخول المواد الغذائية لداخل الغوطة الشرقية وارتفاع الأسعار داخل مدن الغوطة الشرقية بتزامن مع انتشار حالة الفقر بين معظم أهالي الغوطة الشرقية نعم كيف يقضي أهالي الغوطة الشرقية رمضانهم بلال نعم أجواء رمضان هي كالعادة في سنوات الحصار المضض في الغوطة الشرقية هناك الكثير من الأهالي لا يستطيعون أن يجدون لقمة العيش ولا يستطيعون إحضار لقمة لأطفالهم طبعا قامت بعض المؤسسات الإغاثية بإطلاق مشاريع لإيصال الطعام والشراب إلى هذه العائلات منهم مشروع موائد الكرام الذي انتشر في الأيام الماضية خلال شهر رمضان الموارد استهدف هذا المشروع الأحياء المقصوفة والمدمرة والمنكوبة في الغوطة الشرقية واستهدف أيضا الشريحة الأشد فقرا في مدنة الغوطة الشرقية